قال رحمه الله وَاتَّبَتُّلُ غَيْرُ جَائِزٍ وَاتَّبَتُّلُ غَيْرُ جَائِزٍ لما تقدم وقد ورد وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل عن عثمان أو على عثمان بن مضعون هذا الحديث عن ساد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا اتفعوا عليه أما نهى عن التبتل فهذا الحديث فيه ضعف من طريق الحسن عن سمرة قال رحمه الله وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح وهذا باطل لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها التي ارتضاها الله تعالى للناس هي إصلاح الطبيعة ودفع إعوجاجها لا سلخها عن مقتضياتها الرهبنة ليست من الإسلام في شيء ومن الذي ابتدعى الرهبنة النصارى قال الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الذي كتب عليهم يعني الله جل وعلا ابتغى مرضات الله ورضوان الله لكنهم ابتدعوا أحيانا النصرانية تموت وهي لم تتزوج ما السبب تنتظر أن تتزوج بالمسيح نعم بالمسيح عيسى عليه السلام سأل شخص امرأة عجوزا تزوجتي قالت لا لماذا قالت أنتظر وأتزوج بالمسيح كم سيتزوج المسيح من النصرانيات فابتدعوا هذه البدع أولئك القوم أما نبينا وخير خلق الله وسيد ولد آدم وصاحب الشفاعة والحوظ حبب إليه من الدنيا ماذا قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب حبب إليه النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة قال الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك وأباح الله له أن يتزوج ما شاء أما قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فهي منسوخة الآية منسوخة طيب عندنا المانوية الذين يعتقدون في النور والظلمة يقولون الخير مصدره من النور والشر مصدره من الظلمة طيب ماذا قال قائلهم فكم لظلام الليل عندك من يد ماذا بعد نعم يعني يقول المانوية تكذب المانوية هي هذا وهناك كلام لابن القيم من في إغاثة اللهفان والمترهبة قال رحمه الله إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه يقال الزواج يجري على الأحكام الخمسة ممكن 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 يكون واجبا ومستحبا ويكون حراما ومكروها ومباحا هذه قرأناها من فتح الباري للحافظة بن حجر والكلام مشهور فقد يجب وقد يحرم وقد يقرأ وقد يستحب وقد يكون مباحا عرفنا متى يجب يجب إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في المعصية طيب من ذاك الذي أجر نفسه يرعى الغنم عشر سنين من أجل أن يحصن فرجه من هو موسى طيب قال قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج أي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الله كثير لكن الله أعلم كيف كانت المهور في زمنهم يعني هنا وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله عشر سنوات يرعى الغنم من أجل أن يحصن فرجه هذا المسألة ما هي سهلة مسألة يعني ليست بالأمر السهل لكن من عجز عن القيام بما لابد منه كما سيأتي رجل عنين أصب بمرض ما عنده قدرة على إتيان النساء مثل هذا ماذا يقال له ماذا يقال له قالوا له الزواج عليك حرام لأن فيه إضرار بالمرأة فيه إضرار بالمرأة ولا ضرر ولا ضرار وديننا أعطى كل ذي حق حق قال لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضار عن مضار النساء أين ولا تضار روهن أي لا تلحق بهن الضرر والأمر بمعاشرة بمعاشرتهن بالمعروف قال الله وعاشروهن بالمعروف فمن لا يستطيع ذلك لم يجزله أن يدخل في أمر يوقعه في حرام وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة إذن من كان به عاهة أو مرض قل يحرم عليك من خشي على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة يجب عليه أن يتزوج شخص نفسه عازف ولا يخاف على نفسه هذا ممكن أن يقال ممكن أن يقال في مثل هذا مباح يعني مباح فتتمزل الأحكام أو الزواج على الأحكام الشرعية قال الأحكام الخمسة تعتر الزواج أقول كلام للشارع الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح أو كان فعله له أولى من تركه من دون احتياج فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبا للأدلة الواردة فيها ومن لم يكن محتاجا إليه ولا كان فعله أولى له كالحصور والعنين فقد يكون في حقه مكروها الحصور من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك ومن من الأنبياء جعله الله حصورا محمد زكريا لا يحيى لأن يحيى ابن زكريا معه أولاد نعم يحيى قال الله وسيدا وحصورا يعني هنا هو قادر على أن يتزوج لكن لم يتزوج لأن الأنبياء ليست عندهم عاهات ما عندهم عاهات ولهذا موسى عليه السلام في قول الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى ما هو الأذى الذي آذاه قومه ما هو الأذى حمد الفتاح اتهموا قالوا آدر ما معنى آدر آدر منتفخ الخصية يعني معيب معيب في رجولته فقالوا هو آدر منتفخ الخصية ما الذي حدث سبحان الله بنوا إسرائيل كانوا في مجمع وكان لا يغتسل معهم كانوا يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض والأنبياء عندهم حياة كان يستحي فكان يغتسل وحده فقالوا إنه إنما يغتسل وحده لأنه آدر منتفخ الخصية فالذي حدث عجيب قام لما أتى يغتسل وضع ثوبه على حجر ونزل واقتسل فلما خرج فر الحجر بثوبه يعني فر الحجر بثوبه وهو يصيح يصرخ يا ثوب حجر ثوب حجر حتى مر ببني إسرائيل ونظروا إليه قال والله ما بهم من أدره لما عنده أدره ثم أخذ ثوبه واتزر وضرب الحجر حديث الصحيحين وأثر الضرب في الحجر معجزة لنبي الله موسى هذا هو الأذى في قول الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال الإمام بن القيم ومن تلاعبه وكيده تلاعبه بيء الثانوية من الثانوية ابتداء أعدادي ثانوي لا هذه فرقة من الفرق تسمى الثانوية وهم طائفة قالوا الصانع اثنان ففاعلوا الخير نور وفاعلوا الشر ظلمة وهما قديمان يقولون الخير كل خير رزق مطر مصدره الظو وكل شر فقر وأمراض وكوارث مصدرها الظلمة كيف كم يأتي من خير بالليل وكم يأتي من شر بالنهار يعني ترى يعني الحروب الحريق المضاربات الغالب أنها تكون في النهار فهذه فرقة ضالة هذه الفرقة من الفرق أن ضالة وقد تكلم رحمه الله نعم وساق من أراد أن يرجع فليرجع إلى المجلة الثاني صفحة 986 من طبعة حلبي قال هنا والعنين كالحصور والعنين العنين من لا يأتي النساء عجزا ولا يريدهم إذن ما هو الفرق بين الحصور والعنين الحصور عنده قدرة لكنه امتنع لأمر من الأمور عبادة ما أشبع ذلك طيب العنين هو عاجز أصلا هو الذي ليس عنده قدرة قال فقد يكون في حقه مكروها إن كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب العلم أو غيره مما يحتاج إليه أهله أو كانت المرأة تتضرر بترك الجمع من دون أن تقدم على المعصية وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجمع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباء فالظاهر أنه مباح وإن لم يأتي من الأدلة ما يقتضي هذا التفاصيل أو هذه التفاصيل فثم أدلة أخرى تقتضيها وقواعد كلية ولو قيل إنه لا يكون في تلك الصورة مباحة بل مكروها لما ورد في العزبة والعزلة آخر الزمان لم يكن بعيدا عن الصوت ففتح البعري لخص أحسن من هذا التلخيص تلخيص فيه طول ومتداخل أما الحافظ رحمه الله في أول كتاب النكاح لخص يعني تلخيص جيد والآن بعض الشباب صار يؤخر الزواج بحجة الدراسة وهذه مصيبة مصيبة جدا تراه ربما الدراسة تكون اختلاطية ينظر إلى النساء وينظرنا إليه وللعجيب أن بعض النساء إذا خرج تتجزئيا وكأنها ستزف وتفتن وتفتن فيقال اتقوا الله كل المؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم أغلقوا أبواب الحرام وافتحوا أبواب الحلال تزوجوا الزواج هو تاج الفضيلة كما قال ذلك بعضهم رحمهم الله والآن صار بعض الشباب ربما لا يرغب من النساء التي يدرسنا صح ولا لا في الجامعات لا يرغب يفضل امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب على هذه المرأة التي درست قال الحافظ رحمه الله نعم أذكر أنه يعني تكلم بأن النكاح يجري على الأحكام الخمسة قال والتحقيق أن الصورة التي استحب فيها النكاح تستلزم أن يكون حينئذ عبادة فمن نفى نظر إلى إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة يعني قبل ذلك ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله أنا أذكر مر معنا أنه متى يجب متى يكره طيب أسماء النكاح كم عددها إلى ألف حسن يقول أسماء النكاح قد تصل إلى الألف صحيح ذكر هذا الحافظ عن ابن القطاع أنه قد يصل إلى الألف قال رحمه الله وينبذي أن تكون المرأة ودودا أن تكون المرأة ودودا لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية إذن ودودا ولودا فالودود المتحببة إلى زوجها والولود كثيرة الولادة المتحببة تتم المصلحة المنزلية والولود المصلحة الملية الدين كما جاء في الحديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة طيب كيف نعرف المرأة الولود إلى قريباتها ينظر إلى قريباتها فبالقريبات تعرف أهي ممن يلد وسبحان الله سبحان الله يعني أخ اللهم بارك يعني يقول أمي ولدت يعني عشرين مولودا حان الله قال عندي عشرون أخا وأختا من واحدة زادها الله صحة وعافية وبركة بعضهم يقول أيضا أنا أمي ولدت ثمانية عشر خمسة عشر الآن هذا العدد أظن لا يوجد إلا في النادر في النادر صح فالمرأة الولود لأن قوة العمة بكثرتها ولا تنظر إلى أولئك الذين يدعون إلى تحديد النسل قلوا إذا جاءك اثنان ولدوا بنت أو ولدان أو بنت يك لا النبي قال تزوجوا تزوجوا الودود الولود وترى أعداء الإسلام يشوهون في تكثير النسل سألون لا أظن رأيتم بعض الأوراق في المستشفيات وبعض الأماكن شخص صورة جميلة طنطل وكرفتة وعنده ولدان ولد بنت فواكه موجودة يأكل بنظام وآخر شكله مزري رأسه أشعف ثئبه ممزقة وجه كالح ومعه ستة أو سبعة هذا الذباب عليه وذاك يبول وذاك تغوط وذاك وإن جاء شيء من الفواكه تقاتل عليها هذا من التنفير الذي يبثه أعداء الإسلام فالتكثير من الناس مطلب شرعي والنبي سيفاخر ويكاثر بنا يوم القيامة فإذا الآن للأسف أرخص العلاجات هي علاجات ماذا منع الحم نعم هي علاجات منع الحم لماذا أولا من أجل أن يساعد على قتل مجموعة من الأبناء ثانيا لاتساع جريمة الزنا ونعوذ بالله من ذلك فينتبه هذه مواضع مهمة وأعداء الإسلام قاتلهم الله ولا يعني وفقهم في شيء مما أرادوا ضد المسلمين لهم خطط طويلة وبعيدة والله المستعان هذه مسألة أخرى إذا كان تلقيح له فائدة لا حرج نعم وأحيانا صلى الله عليه وسلم بعض المنظمات ربما تجرب يا أولاد المسلمين والله مستعان إلهنا بارك الله ترجمة نانسي قنقر